لو كان اليمين في بريطانيا شديد التطرف مثل ألمانيا على سبيل المثال البديل لألمانيا alternative for Germany هذا الحزب المتطرف الذي لا يريد مهاجرين أو مسلمين أو لا يريد علاقة بالعالم الإسلامي لن تصوت بريطانيا لهذا النوع من الأفكار المتطرفة لكن قد تصوت لنوع وسطي وهذا هو ربما جزء من زكاء اليمين البريطاني أنه دائما ما يغلف نفسه بعبائة الوطنية والقومية ويستطيع اكتزاب أصوات ويكون مينستريم هو الأساسي في الشارع الرأي عام ومن هنا حدثت البريكزيت ولم يكن أحد يتصوت أن بريطانيا تلك الدولة العريقة التي بنت علاقات مع اتحاد الأوروبي على مدار عقود سوف تصوت بالخروج بسبب هواجس شكلية من لجوء وهجرة خلال أزمة 2015-2016 هذا كله طبعا بيؤثر اليوم على ما يحدث في رؤية الشارع البريطاني لغزة أن الشارع البريطاني ليس منقاسم هناك تعاطف كبير جدا مع القاضية الفلسطينية ومع أهلنا في غزة هذا لا شك فيه لكن أيضا هناك أصوات تقول أن بريطانيا لا تريد أن تفق العلاقة التاريخية مع أمريكا هي تسمى تابع أمريكا الصغير ولا تريد أن تفق تلك العلاقة وحتى الآن رئيس الوزراء البريطاني سوناك تماما مع موقف بايدن فيما تعلق بغزة ويرفض بالكلية فكرة وقف أطلاق النار ترجمة نانسي قنقر